اشتركوا في القناة المصامير هخلينا نفترض بسلا ان احنا عايزين نبتد بالمصامير بتاعت اول مطور وهنعلم على واحد واحد فيهم ندوس كنترول نعلم على التاني ندوس كنترول نعلم على التالت وكنترول على الاخير نقدر نحدد الحركة بتاعت المصامير احنا عايزينها ازاي عن طريق النقطة البيضة دي ازا حركناها شوية بتغير لنا اتجاه الاسو فانا عايزهم في الاتجاه اللي فوق بالشكل ده فهسحب المصامير اللي فوق زي ما احنا شايفين كده ادل الاربع مصامير وده كده اتاد او اتضاف هنا كا اكسبلود ستيب 1 ممكن كمان ابعد المصامير اكتر شوية كمان وبعد ما اخلص من الاكسبلود الاولاني هقول done وبعد كده ابتدي اختار اللي بعده فاختار مثلا المطور واقول برضو ان انا عايزه يطلع في الاتجاه لفوق وريب شوية من المصامير وبعد ما اخلص هقول done وده كده اسمه اكسبلود ستيب 2 بعديها هروح مثلا على الموتور برضو اللي فيه مصامير هنا كان الموتور التالت وهقول برضو ان انا عايز اعمل اكسبلود للمصامير ديت نعلم control عشان نختار المصامير كلها مع بعض نفس اللحظة وهنرجع كده ونبتدي نشوف احنا عايزين نحركهم ازاي هندغط على النقطة البيضة دي علشان نغير الاسهم واحنا عايزينهم في الاتجاه دوت فهنسحبهم بالشكل ده وبعد كده نقول done نعلم على الموتور اللي بعده وعايزينه برضو يتحرك في اتجاه المصامير بالشكل ده وهنسحبه قريب جدا من المصامير وهنقول done والموتور دوت عايزينه يتحرك في الاتجاه دوت دوت وبعدين اللينك ده عايزينه يتحرك في الاتجاه دوت والموتور دوت عايزينه يتحرك خلينا مثلا نحركه في الاتجاه ده ونقول done واللينك دوت عايزينه يتحرك في الاتجاه دوت هنلف كده شوية عايزين بعد كده اللينك عايزين اللينك دوت يتحرك في الاتجاه افق شوية بعيد عن البيز ونقول done وبعد كده الموتور دوت عايزينه يتحرك برضو في الاتجاه العكسي ونقول done بعد كده الجزء دوت او الجزء دوت او الجزء ده في الاتجاه دا ودن والجزء دوت في الاتجاه ده وهنقول done وبعد ما نخلص خالص هنقول او كي اذا حابين نشوف شكل الاكسبلودت بنيجي هنا وبعد كده بنضغط على الجوز دوت نضغط على هتلاقي الشكل زي ما انت شايف اذا ضغط كمان هتلاقي اللي الروبوت هيرجع للوضع الطبيعي بتاعه ضغط دابل كليك هتلاقي هيزهر لك الاجس بلودت فيو زي ما احنا شايفين دابل كليك تاني هتلاقي الروبوت رجع بالاسمبلي بتاعه الخطوة اللي بعدها عايزين نعمل دروينج من الاسمبلي بارت دوت فهنقول فايل بعد كده make drawing from اسمبلي وهنختار draw وبعد كده اوكي هتلاقي الشاشة دي هتزهر لك وحتى اذا مش موجودة مختفية مثلا ممكن تيجي هنا على view وتختار مثلا الفرونت بلين الرايد بلين التوب بلين الايزومتريك خلينا نبتدي مثلا بالايزومتريك هتلاقي الروبوت بالشكل ده ممكن نغير الشكل بتاعه لشيدد مثلا عن طريق هنا وممكن نغير السكيل بتاعه بدل ما هو بيوز شيت سكيل ممكن نخليه مثلا واحد لخمسة نيبقى كبير شوية ونقول اوكي مثلا واذا حابين نضيف مثلا معه اي شكل تاني فممكن نختار الرايد بلين ونحطه هنا وممكن نختار مثلا وممكن نختار مثلا ونحطه هنا ونغير برضو شكلهم نقول ان احنا عايزين ان هم يبقوا دوت شيدد مثلا او نغير واحد منهم وممكن نغير في السكيل بتاعهم برضو خلينا نشيل الجزء دولت نقول ياس والجزء ده كمان ونقول مثلا ان احنا عايزين نحط تيبل هنا يقول لنا ايه المكونات بتاعت الروبوت والاسعار بتاعتها او اي حاجة تانية فهنعلم على الشكل دوت هنروح على بعد كده على تيبل بعد كده نقول وهتلاقي ان عندك هنا فيه اختيارات كتيرة في الشاشة ديت واذا قلنا اوكي هتلاقي بيقول لك انت عايز تحط التيبل دوت فين فهنحطه بالشكل دوت وهنغير مثلا مكان الروبوت تقدر بقى هنا تتحدد مثلا الروبوت بتاعه اذا فيه سعر معين للينك الاولاني اللينك التاني عدد المصامير كم نمبر فيهم احنا هنا استخدمنا اربع مصامير بس من الاربعة واربع مصامير بس من الخمسة علشان احنا ما تكملناش بقية المواتير فلما تحط كل المصامير هيظهر لك هنا عددهم كلهم كم واحدة هنا استخدمناها استخدمنا تلاتة ستيبر موتور من الستيبر موتور تو واستخدمنا اتنين ستيبر موتور من الستيبر موتور وان وبقيت اللينكات واحد 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 تقدر تحط الهم ديسكريبشن او اسعار او حاجة زي كده. او اذا انت حابب تتظهر الارقام بس ممكن تيجي على التابل وتعلم على الجزء ده تعمله دليت للكولوم مسلا او تعمل انسرت لنيو رو او نيو كولوم تقدر تتحكم في التابل بتاعك زي ما انت عايز. وفي الاخير ممكن نعمل لها فايل ويسيف از ودروينج وهنسميها مثلا روبوت وممكن برضو نقول سيف اول وممكن برضو نعمل فايل سيف از ونخليها ايدروينج وكمان ادوب بي دي اف واذا قلنا سيف هتلاقي ان عندي في بي دي اف هنا اتضاف اذا ضغطنا عليه دابل كليك هيزهر لك الشكل ده اللي انت ممكن تتبعه بعد كده في اي وقت انت رسمت الروبوت بتاعك وحسيت مثلا بعد ما عملت الاسمبل ان اللينك بتاعك الابعاد بتاعته مش مزبوطة لينك منهم مثلا ممكن تخش على اللينك ده تعمل للاديت سكيتش وتخلص الاسكيتش بتاعك واهم حاجة بعد ما بتخلص بتروح على هنا بتعمل حاجة اسمها ري بيلد هو كده بيزبط بقية اللينكات مع بعض زي ما كانت قبل كده بالابعاد الجديدة اهم حاجة هتيجي هنا وهتعمل ري بيلد هتلاقي ان اللينكات هتتزبط مع بعض بالابعاد الجديدة اللي انت دفتها بس اهم حاجة قبل ما تعمل ديزاين لروبوت او لاي حاجة مثلا سين سين ماشين اي حاجة لازم الاول ترسم الاجزاء بتاعتها في ورق وتتأكد ان الاجزاء ديت او الابعاد بتاعتها بتميك سنس قبل ما تروح ترسمها على السلود ووركس خلينا نرجع تاني للرسمة بتاعتنا التو دي الشاشة ديت فيها ميزة مهمة جدا ان انت تقدر تعمل فايل ويسيف اس وتسايف الملف بتاعك على حاجة اسمها دي اكس اف الدي اكس اف ده فايل انت بتحتاجه اذا انت عايز تدخل الفايل دوت على كام بروجرام علشان تطلع منه جي كوت الجي كوت دوت هتستخدمه بعد كده في السي ان سي علشان تصنع البرت دوت موسيقى